التي تشهدها البلاد فأيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الغنبي تتعلق بسبل تعزيز والتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تطلق من مدينة كيهايدي الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة مرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى النشرة من الموريتانيا هنا فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني النساء الموريتانيات وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمرأة وغرد فخامة أمسي في حسابي على منصة إكس أتوجه إلى جميع النساء الموريتانيات في ذكرى اليوم العالمي للمرأة بأخلص التهاني والتبركات وأشيد بدورهن الريادي في معركة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد وأجدد لهن التأكيد على مواصلة دعم مسيرة تمكينهن وحضورهن في تدبير شؤون الوطن تسلم فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بقصر الرئاسي رسالة خطية من نظره الغنبي فخامة سيدة أدم بارو تتعلق بسبل تعزيز وتطوير حلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خاص به رئيس الجمهورية وفدا من جمهورية غنبي الشقيقة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغنبي سيدة مامد تنقرة بصفتي مبعوذة خاصة لرئيس الغنبي حضرا لقاء الوزير المكلف بدوان رئيس الجمهورية المختار الجاي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوك وعقب الاستقبال أدلاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغنبي سيدة مامد تنقرة المبعوذة الخاصة لرئيس الغنبي بتصريح قال فيه لقد جئت محملا برسالة من صاحب الفخامة أدم بارو لأخيه وصديقه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد رشغل أزواني لتهنئته أولا على توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي كما اغتنموا هذه الفرصة للإشادة بديناميكية الدبلوماسية الموريتانية التي جسدتها رئاسة المجلس لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول ملف غزة وقد جئت محملا بهذه الرسالة لطلب دعم موريتانيا لجمهورية غربية في تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستحتضنها العاصمة بنجول يومي الرابع والخامس مايو بحول الله ونثمن الدعم الكبير الذي نتلقاه من الأشقاء في موريتانيا وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة أمسي في نواكشوط اتفاق تعاون مع ممثلة بنك التنمية الألمانية لتمويل عصرنة ميناء الصيد التقليدي في مدينة نواذيبو وسيخصص هذا التمويل لتطوير بنية التحتية للميناء وتحسين تسيير المستدامة للموارد البحرية عصرنة وتحسين البناء التحتية لميناء الصيد التقليدي في نواذيبو وتحسين دخل الفاعلين في القطاع والمساهمة في التسيير المستدامة للموارد البحرية أهداف يسعى إليها الاتفاق المنقع بين بلادنا وبنك التنمية الألماني كيفدو بلفية والمخصص لتمويل عصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو لقد تقرر هذا التمويل إذا رأى مشاورات بلدينا بشأن التعاون التنموي في 10 نوفمبر 2023 حيث يأتي تكميلا لتمويل الأصل البالغ 10 مليون يورو والتمويل الإضافي الأول البالغ 3 ملايين أورو وبذلك أصل المبلغ الإجمالي الذي منحته مؤسسة كيفدو فيل موقرة لمشروع تحديث الميناء 15 مليون يورو وينضاف إلى ذلك مبلغ 20 مليون يورو ستتم تعبئتها خلال هذه السنة لتمويل مشاريع في اقتراض الصيد تخصي قناة سفينة دورية وتدعيم القدرات بالإضافة إلى مشروع نموذجي لمعالجة النفايات البحرية وسيمكن المشروع الحالي من توفير المزيد من الأسماك لإجتلاك البشري ورفع دخل الفاعلين في القطاع ودعم التشيير المستديم للموارد البحرية وتوفير الأمن القدائي وبذلك فهو ينسجم تماما مع الاستراتيجية للقطاع لصيد البحري لفترة 2024-2024 رئيس بعثة التعاون بالسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية ريدهارد إهلك بيّن من جانبه مستوى علاقة التعاون المشترك بين بلاده وموريتانيا مشيرا إلى أن التعاون في مجال الصيد بين البلدين يشمل وضع نظام لرقابة الصيد حيث إن قوات خبر الساحل الموريتانية تعد أحد أهم شركاء ألمانيا في المجال هذا إضافة إلى دعم التنوع البحري الشاطئي المدعوم من قبل مشاريع التعاون الألمانية كالمعهد الموريتاني لبحوث المحوطات والصيد إضافة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك وبدورها أضحت مديرة قطاع الشمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني كـFW دانيالا بيشمان أن مشروع عثرات ميناء الصيد التقليدي في نواديبو ستمكن من خلق فرص عمل وشلب قيمة مضافة وتوفير المزيد من الأسماك لاستهلاك ورفع دخل الفاعلين في القطاع ويتضمر المشروع كذلك بناء قاعات للتبريد ومخازن ومرافق صحية وطرقا معبدة بالإضافة إلى سور يحيط بالميناء وإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي احتضنت مدينة كيهيدي الصباح حمس فعاليات تخليد الثامن من مارس اليوم الدولي للمرأة شرت مراسم التخليد بحضور عدد من الوزراء ووالي جورغل والمتخبين وممثل مختلف القطاعات الوزرية المكلفة بتخليد الثامن من مارس بمشاركة واسعة من لسائف ونهية جورغل وحضور تلموي لمختلف القطاعات الوزرية بدأت فعاليات تخليد العيد الدولي للمرأة الذي احتضنته هذه المرة مدينة كيهيدي تحت إشراف وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الصفية متنتهى وبحضور عدد من الوزراء ومسؤول القطاعات الحكومية المتدخلة في هذه التظاهرة ويعكس حجم الدعم الذي أعلنت عنه وزيرة العمل الاجتماعي لتمكين المرأة في جورغل إرادة رئيس الجمهورية في دعم وتنجيع المرأة وتمكينها من الولوج إلى كفة المجالات التلموية برعاية سامية من السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد باضل للده وهو شعار نستخدر من خلاله القضورة البارزة لمكانة المرأة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وما حصلت عليه من تمكين خلال المأمورية الأولى أيها السادة والسيدات لقد خصص فخامته محورا بارزا من تعهداته لتمكين المرأة ووجه الحكومة لتبني سياسات تنموية ضغية تسريع تلك التعهدات وهو ما تم القيام به لتنسيق من معالي الوزير الأول السيد محمد البلاد السعود حيث عملت الحكومة خلال السنة المسترد على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً فضلاً عن تعزيز الترسانة القارونية الضامنة لحقوقها وحمايتها ولعل ترأس معالي الوزير الأول هذه السنة للجنة ويزارية متعددة القطاعات وحضور أصحاب المعالي اليوم بكي هيدي خير دليل على ذلك وفي مجال التمكين الاقتصادي بالإضافة لما قامت به مختلف القطاعات الحكومية نفذ قطاع العمل الاجتماعي السنة المنصرمة برنامجاً للتمويلات الصغيرة بلغت ست ألاف مشروع مدراً للدخل وقابطالت تلك المشاريع عمومة ولايات الوطن وجل المقاطعات والبلديات بغلاب مالي يتجاوز مية وخمسة عشر مليون أوقية جديدة وسيوتوج هذا الجهد بإنشاء بنق للأسرة اكتملت دراسته الجدوائية وسيتم تتشينه في الأفق المنظوري بحول الله كما تم تكوين خمس تلاف وثمين مية وستة عشر سيدة وفتاة مقطعة عن الدراسة من خلال فروع مركز التكوين لتمكين المرأة الستة عشر واستفادت ألفين وخمسمية منهن من المعدات والتجهيزات الانتاجية في حين أن دراسمائة منهن استفادت من تمويل لمشارعهن بضلا عن عمل قطاعنا الدؤو على ترقية الرياضة النسائية وتشريع صاحبات المبادرات المتجر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للسكان في بلادنا تحدث عن طبيعة التعاون مع قطاع العمل الاجتماعي مشيدا بسياسة الدولة في مجال إشراك المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية وتوجيه التمويلات لصالح أنشطتها المتنوعة مهنئ النساء غورغول بمناسبة ثامن المارس وكان عمدة بلدية كيهيدي قد ألقى كلمة ترحيبية ثمن فيها اختيار بلديته لاحتضان هذا الحدث الدولي ومشيدا بحضور المرأة في غورغول ودورها في تنمية الولاية الوفد الرسمي وضمن فعاليات برنامج التخليد أدى زيارة للمعرض المقام في ملعب كيهيدي والذي شاركت فيه عشرات التعاونيات النسوية والمشاريع الزراعية التي تتواجد في مختلف مناطق غورغول وتابع الوفد شروحا حول طبيعة المعرضات وطروق إنتاجها وتنوعها حيث شملت قطاعات الزراعة وصناعة تقليدية والتجارة في مشهد يثبت قوة حضور المرأة حمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي وعلى همش الفعاليات التي تم تنظيمها لتخليد اليوم الدولي للمرأة شهيدة مدينة كيهيدي إطلاق حزمة من التمويلات وتدخلات من طرف بعض القطاعات الحكومية وتستفيد من هذا الدعم عشرات التعاونيات والروابط النسوية في مختلف مناطق أولاية غورغول في إطار الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة حفلا بهذه المناسبة بإشراف من وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية من تنتهى وقد شهد الحفل حضور العديد من ممثل الوزارات ومؤسسات الدولة والسلطات الإدارية والأمنية بالولاية والمنتخبين والأطر وهيئات المجتمع المدني وقد عكست التدخلات والتكريمات التي تخللت هذا الحفل حجم المشاريع التي تم إطلاقها بهذه المناسبة من مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والتي كانت حاضرة وبقوة من خلال التوزيعات التي شملت مختلف التجمعات والقوى النسوية الحية وقد تم تكريم خمس معلمات عاملات بولاية غورغول بمعدل معلمة عن كل مقاطعة لما قدمنا من خدمة وتفاني في العمل وتشمل هذه التكريمات إفادات تقديرية ومبالغ مالية معتبرة كما تم تكريم خمس قابلات من مختلف مقاطعات الولاية تذمينا وتقديرا لجهودهما كما تم تمويل سبعين تعاونية بتمويل ودعم من مندوبية تآزر فيما أعلن عن إطلاق عملية تحويل نقدية لصالح 110 ألاف شخص على عموم الولاية وتتزامن هذه العملية مع خطوة مماذلة تتعلق بالتحويلات النقدية وبطاقات التأمين الصحي لصالح الأسر المتعففة كما تم إعطاء إشارة انطلاق قوافل طبية لدعم وتحسيس النساء الريفيات في الولاية وتم تقديم تمويلات لمشاريع مدرة للدخل لصالح التعاونيات النسوية النشطة في مجال الأمن الغذائي وتكريم تجمعين نسويين نموذجيين ضمن برنامج عدة مفوضية الأمن الغذائي فيما تم إطلاق عملية خاصة بتوزيع سلال غذائية لصالح أزيد من 30 ألف أسرة أغلبها من النساء المعيلات وستكون هذه الانطلاقة مما خازن مفوضية الأمن الغذائي وقد تم تسليم العديد من المعدات والأدوات الزراعية لصالح 31 تعاونية النسوية شملت كافة بلديات الولاية مقدمة من قبل وزارة الزراعة ومن جهة أخرى تم توقيع اتفاقية بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني حول تعزيز قدرات المنظمات المحلية في مجال حقوق المرأة والطفل ويأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام وسط تحقيق العديد من الإنجازات والمكاسب للمرأة في غورغول على مستوى كافة المجالات خلال الأربع سنوات الماضية وتسعى المرأة في ولاية غورغول إلى تحقيق المزيد من خلال تطوير أدائها وتعزيز مشاركتها في المجتمع لقناة الموريتانية معاد عبداوى مدينة كيهيدي وفي طال الإنشطة المخلدة لليوم الدولي للمرأة وقعت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أمس في نواقشوط اتفاقيات تعاون وشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم إنشطة تخليدية لليوم الدولي للمرأة الذي تحتفي به بلدنا تحت شعار خمس سنوات من الاستثمار لصالح المرأة تهدف هذه الاتفاقية إلى تنشيط الدور الذي تطلع به مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في مجال انقراط المنظمات النسائية في حملة تحسيس وتعبية واسعة النطاق لأجل شرح مدى التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة وحمايتها وصيانة كرامتها تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف عشر منظمات ناشطة في الميدان لتنظيم إنشطة تحسيسية على المستوى الوطني من أجل التوعية حول مضمون الاتفاقيات وفي كلمة له ثمن المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بحقوق المرأة والمكتسبات التي حصلت عليها ترقية حقوق الإنسان وحقوق المرأة بصفة خاصة وحمايتها وصيانة كرامتها تحتل مركزا محوريا في البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بلد الشيخ القزواني تماشيا مع تعالم ديننا الحنيف وذوابتنا الوطنية وحرصا من السلطات العليا في البلد على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين المرأة من أجل مشاركتها الفعالة في العملية التنموية إن من أهم المكتسبات الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة هو التطور الحاصل على الصعيدين القانوني والمؤسسي حيث عرفت القوانين الوطنيات الصلة مراجعات محورية شملت حماية الأسرة والحقوق العائلية والأحوال الشخصية والصحة الإنجابية فضلا على تشجيع بلوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية وتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال وغير ذلك من المجالات الحيوية كما نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورشة للمصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة لتجارب الأشخاص تهدف هذه الورشة إلى وضع استراتيجية وطنية بالتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة الهجرة لمحاربة الهجرة ولتجارب البشر مفوضية الحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تنظم ورشة للمصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة لتجارب الأشخاص 2024-2026 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يدخل هذا البرنامج ضمن الجهود التي تبدلها الحكومة للرفع من مستوى حقوق الإنسان إن الجهود التي تبدلها الحكومة تحت ضل قيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ القزواني للرفع من مستوى حقوق الإنسان بصفة عامة والإتجارب الأشخاص بصفة خاصة أظهرت حجم الإنجازات الكبيرة التي وصلت إليها بلادنا حيث شهدت الترسانة القانونية خلال السنوات الأربع الأخيرة تقدماً كبيراً شمل مختلف محاور حقوق الإنسان وفي هذا الإطار تم إصدار القانون رقم 0-17-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الإتجار بالإشخاص وحماية الضحايا على غرار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للعمل الإنساني والاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني يتم اليوم إطلاق وعمال ورشة المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالإشخاص لفترة 2024-2026 جهود مشتركة بين بلادنا والمنظمة الدولية لمحاربة الهجرة سبيلا إلى الحد من هذه الظاهرة والقضاء على الاتجار بالبشر وضعت موريتانيا ترسانة قانونية تجرم الاتجار بالبشر وتوفر الحماية للضحايا وقد اعتمدت الحكومة الموريتانية في جهر مارس من عام 2020 خطة استراتيجية لمكافحة الهجرة والاتجار بالأشخاص لذلك ينبغي مواصلة المعركة بعزم متجدد من خلال تقييم تنفيذ خطة 2020-2022 لمكافحة الاتجار بالبشر في موريتانيا وأكد هنا التزامنا بدعم جهود الحكومة الموريتانية في محاربة هذه الظواهر ونعول على شركائنا الدوليين والمحليين في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة لعالم يتمتع فيه كل شخص بالحرية والحماية من كافة أشكال الاستغلال مشاركون من مختلف المشارب سيناقشون خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص للتوصل إلى استراتيجية وطنية تضمن الحقوق وتوصد الأبواب أمام المهربين اختتمت صباح أمسي بمقر وزارة الداخلية والمركزية أنشطة المرحلة الأولى من مشروع الحماية المدنية وطب الطوارئ وأقد مكنت المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع من تطوير قدرات الموارد البشرية واللوجستية في القطاعات المعنية بحضور ممثلين عن قطاع الصحة وكتابة الدولة المكلفة بقطاع الطوارئ برومانيا وبإشراف من الأمين العام لوزارة الداخلية والمركزية رفقة المندوب العام للأمن المدني وتسير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي السيديو الأمر تختتم أنشطة مشروع الحماية المدنية وطب الطوارئ إننا بهذه المناسبة نثمن مستوى التعاون بين بلادنا وحلف الشمال الأطلسي ورومانيا وفرنسا وخصة رومانيا التي عملت بصفة عضوهم في منظمة حلف الشمال الأطلسي وفي إطار هذا المشروع على التنسيق مع قطاع الصحة في بلادنا من خلال العام الاستعجالي ودعم المندوبية العام للأمن المدني وتسير الأزمات وقد عرب كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية الرومانية ورئيس قسم الحالات المستعجلة السيد راول أرفات عن استعداد الحكومة الرومانية لمواصلة التعاون في هذا المجال مؤكدا أن انتهاء عمل المشروع لا يعني نهاية الشراكة القائمة بين البلدين وقد استفاد من تدخلات المشروع قطاع الصحة والمندوبية العامة للأمن المدني وتسير الأزمات إلى أولاية داخل تنوذيبو حيزو انطلقت صباح أمسي في مدينة نوذيبو أعمال ورشة حول البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبجان الخاصة بإحماية وتسير وتنمية البيئة البحرية والشاطئية وتوفر هذه الاتفاقية في إطارا قانونيا شاملا لجميع البرامج المتعلقة بالموارد البحرية في غرب ووسط وجنوب إفريقيا العاصمة الاقتصادية نوذيبو تحتضن ورشة الإعلام وتحسيس البرلمانيين والمجتمع المدني في موريتانيا حول البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبجان وتدف هذه الاتفاقية إلى حماية وتسير وتنمية البيئة البحرية والشاطئية لسواحل وغرب ووسط جنوب إفريقيا على المحيط الأطلسي يطيب لي أن أشرف على إطلاق هذه الورشة المتعلقة بموضوع لأهمية بالغة على وهو إعلام وتحسيس البرلمانيين والمجتمع المدني الموريتاني بالبروتوكولات الإضافية لاتفاقه أبجان توفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً لجميع البرامج المتعلقة بالموارد البحرية في غرب ووسط وجنوب إفريقيا وقد وقعت موريتانيا على هذه الاتفاقية في 22 يونيو 1981 وصادقت عليها في 18 نوفمبر 2010 وأخذ بالحسبة للتحديات الجديدة التي تواجه هذا الفضاء الحيوي تم التوقيع على أربعة بروتوكولات إضافية في سنة 2019 وهي البروتوكول المتعلق بالتلوذ الناجم عن المصادر والأنشطة البرية والبروتوكول المتعلق بالمعايير والنظم البيئية المتعلقة بأنشطة النفط والغاز في البحر والبروتوكول المتعلق بالتسيير المندمج للمناطق الشاطئية والبروتوكول المتعلق بالتسيير المستديم خلال الورشة سيقدم خبراء عروضا متعددة حول الموارد البحرية والتحديات الجديدة التي تواجه الفضاء الحيوي من التلوذ الناجم عن المصادر والانشطة البيئية إضافة إلى النظم البيئية المتعلقة بانشطة النفط والغاز في البحر نظم تجمع تعاونيات النسوية في مقاطعة السبخة بولاية وكشوطة الغربية بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة في يومهن الدولي اختارت نساء مقاطعة السبخة في بولاية وكشوطة الغربية تخلد الثامن مارس من خلال هذا المعرض الذي يضم ما أنتجته سواعدهن وابتكرته وقولهن من مختلف المنتجات خاصة الأزياء التغليدية والأواني المنزلية والأحلية ومواد النظافة وبعض المنتجات الحيوانية والزراعية أهنيوا كنا بمناسبة العيد الدولي للمرأة وأشكروا كنا على ما رأيت من إنتاج أود أن أخبروا كنا أن الوزارة مهتمة جدا بحضور كنا في الميدان مهتمة جدا بإنتاج كنا ومهتمة جدا بكنا أنتم مات هما هما لم مات أنتم هما اللي تربوا نصف المجتمع الأخر خد صل مناصقة تجمع تعاونيات السبخة الجهة المنظمة للمعرضي ذمن التنظيم المعرضي ودوره في تمشين النساء المنتجات وتعزيز حضورهن أما المتدخلات من مختلف التعاونيات النسوية المشاركة في المعرضي فقد برزنا المكانة التي تتبوأها المرأة في مراكز صنع القرار داعيات إلى المزيد من العمل على تفعيل الدوري الاقتصادي والتنموي للنساء بشكل عام وقد حملها للمعرض شعار نساء منتجات في خدمة التنمية تسلمت جهة نواكشوطة أمسي معدات طبية وكمية من التمور مقدمة من جمعية التنمية والعمل الخيري وتندرج هذه الهدية في طار مساعي الجمعية في دعم المنظومة الصحية وتعزيزها بالوسائل الضرورية لأداء مهامها وبهذه المناسبة أشادت نائب رئيس جهة نواكشوطة هوا سيدي بي بدور هذه الجمعية في العمل الخيري مؤكدة أن هذه المعدات الطبية ستساعد في تحسين الخدمات الصحية بصورة فعالة بدورها أوضح رئيسه والجمعية بداه الكوار أن هذا الدعم يأتي في طار مساهمة منظمته في دعم الجهود القطاعية لتطوير الخدمات الصحية في طار الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة نظمت بلدية الرياض أمس معرضا للمنتجات النسوية وتسعى البلدية من خلال هذا المعرض الذي يقدم مختلف المنتجات النسوية التقليدية إلى دعم جهود التعاونيات النسوية في البلدية إسهاما من بلدية الرياض بولاية واكشط الجنوبية في تخليد العيد الدولي للمرأة ثامن من مارس من كل سنة يأتي تنظيم هذا المعرض النسوي الذي تميز هذه السنة بعرض المنتجات التقليدية النسوية المختلفة التي يظهر تكاء وعبقرية المرأة الموريتانية أجنحة المعرض زينت بنماذج ابتكرتها أنامل النساء في هذه البلدية تعبيرا منهن على قدرتهن في الإسهام في تطوير وتسويق المنتج التقليدي الموريتاني الخالص عمدة بلدية الرياض ألقى كلمة بيّن فيها أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو يعطاء المرأة ما تستحق من تشجيع ومكانة لائقة الرياض له رواية خاصة الرياض كما نعلم تقريبا 80% من العائلات تنويهم نساء واليوم الذي يشتونه من الجهود مع الدين النساء مع مجهود كبير وقلة الوسائل يدلل على أنهم منين إن شاء الله ويندعموا ويكونوا وهو شاكر على تكوين الدين النساء الذين عادوا يقولوا يحاولوا للمنتوج الوطني يحاولوه شعور من المنتوج كأننا نستوردوا هاي رواية مهمة شاكرها أما المتحدثة باسم منظمة آسيا فقد أبرزت أهمية تخليد العيد الدولي للمرأة وما يتيحه من فرص للاطلاع على مهارات النساء وما يقوم به من جهود أسهمت في النهوض باقتصاد البلاد شاكرة بلدية الرياض التي نظمت هذا المعرض الذي شكل فرصة للقاطنات في البلدية اللواتي ألهرنة قدرتهن على المشاركة الفاعلة في هذه التلاهرة الدولية من خلال منتوجهن المتعدد والمتنوع وعلى هامش تنظيم هذه التلاهرة أدى الوفد الرسمي جولة داخل جنحة وزوايا المعرض حيث تلقى شروحا مفصلة من قبل القائمات عليه تناولت في مجملها نوعية وحجم المعروض للبيع وبيّنت الإضاحات أن هذا الجهد النسوية سيسهم في الحفاظ على المغروض الثقافي للبلاد يعقوب لصوفي الموريتانية نظم اتحاد النساء الموريتانية المقاولات والتاجرات احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة وقد تضمنت هذه الاحتفالية تنظيم معرض للمنتجات النسوية في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للمرأة نظم اتحاد النساء الموريتانيات المقاولات والتاجرات احتفالية بهذا اليوم وتأتي هذه الاحتفالية في وقت تحظى فيه المرأة الموريتانية بمكانة كبيرة وخاصة المرأة التاجرة التي تشارك اليوم في تنمية البلد في إطار توجهات سامية لفهامة رئيس الجمهوري السيد محمد والي الشيخ القزواني الرامية إلى دعم المرأة فإننا بالاتحاد الموريتاني للنساء المقاولات والتاجرات نسعى إلى إنشاء حي السكني يتكون من أذل تميت وحدة سكنية حسب المعايير العمرانية الراقية لتكون بذلك قد حققنا هدف كنا نحلم به إن الصعوبة لوصول إلى التمويل أنعكس سلبا على النشاط الاقتصادي للمرأة الموريتانية مما تسبب في غياب دور المرأة تطوير الاقتصاد الوطني بدورها أكدت المتحدثة باسم ممثلة برنامج الأمم المتحدة للماء في بلادنا أن البرنامج لديه نفس الأهداف التي لدى اتحاد النساء الموريتانيات المقاولات والتاجرات وهو يدعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع ورفاه المشترك ويهدف إلى رفع مستوى القطاعات الأكثر حرمانا من التحول الهيكلي والشامل والمستدام والاقتصاد والسكان وفي موريتانيا يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تسريع تعزيز القدرة على الصمود كذلك في مجال الحكم الشامل والمسؤول والشفاف ويلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمساعدة النساء على وضع أنفسهن في مجالات متخصصة لتعزيز القدرة الاقتصادية عن طريق الابتكار ورقمن وشملت هذه الاحتفالية زيارة لرئيسة اتحاد النساء الموريتانيات المقاولات والتاجرات والوفد المرافق لها معرضا خاصا في سوق النساء يضم عدة منتجات بعضها صنعة بأياد نسائية موريتانية واستمع الوفد لشروح مفصلة من القائمات على هذا السوق نظمت جمعية الشباب للتنمية الثقافية تظاهرة بجهة وكشوطة تخليدا لليوم الدولي للمرأة حضرتها العديد من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني وقد بيّن رئيس الجمعية الحاجة مالك أهمية توعية المرأة والفتاة ضد الأخطار المحدقة بها وأكد رئيس الجمعية أن هذا اليوم يمثل فرصة لاستحضار تضحيات المرأة الموريتانية في تربية الأجيال ودورها في بناء الدولة الحديثة نظمت المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مسيرة راجلة على طول الشارع جمال عبد الناصر بالعاصمة تخليدا لليوم الدولي للمرأة ورفعت نساء تواصل شعارات منددة بما تتعرض له النساء في قطاع غزة من قتل وتشريد وطالبنا المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ القطاع المنكوبي تخللت المسيرة شعارات وهتافات تطالب بتخفض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وتحقيق تطلعات النساء في شتى المجالات وإشراكهن في صناعة القرار وخلال هذه المسيرة أكدت رئيسة المنظمة النسائية لحزب تواصل أن هذه التظاهرة تأتي من أجل لفت الانتباه إلى واقع النسائي في موريتانيا والأمة في ظرفين استثنائيا غير مسبوك غير مسبوكا على الإطلاق لا يمكن التحدث فيه قبل تحيته لغزة الأباه مقاومة وشعبه فتحية نضالية خاصة من نساء موريتانيا من بلاد شنقيط إلى أخواتنا الشامخات في غزة وهن يعيشن مجازر لم يشهد العالم لها مثيرا على يد قوات الاحتلال الغاصب وبتواطئ أمريكي وبريطاني ظاهر وصمت عربي ودولي فاضح حيث أكدت إحصائيات أممية لاستشهاد ما معدله 63 مرأة يوميا ليقارب عددهن حتى الآن عشرة آلاف شهيدة من بدء العدوان فقد خرج نساء تواصل اليوم تنديدا بالعوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب والمرأة نصفه ومربية النصف الآخر خرجنا تلبية لنداء الواقع المرير تحت شعار رافضات للفساد للغلاء للتهميش للبطالة رئيس الجمهورية يهنئ النساء الموريتانيات بمناسبة اليوم الدولي للمرأة ويشيد بدورهن الريادي في معركة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من نظيره الغنبي تتعلق بسبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تطلق من مدينة كيهيد الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للمرأة نلقاكم على تمام الساعة الرابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة